بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون من أماتك وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخواركم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجوا أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا وميظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ داغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك بتني المؤمنون وزنزلوا زنزالا شبيدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم ويستأذن فريق منهم إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفثن تلاتوها وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القفل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة وناجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعابقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعنهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سنقوكم بأنسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا ورحيما ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قضيا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صيارصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتدون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي بيق لأزواجك إن كنتن تردن الحاتة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدني المحسنات منكن أجرا عظيما يا لساء النبي بيمن يأت منكن بفاحشة مبينة نضع عفلا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم قربجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان نطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصابقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فوجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أهلهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وقرا زوجنا كان كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وقرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقبورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتب النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحواه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحييتهم يوم يلقوا له سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحته المؤمنات ثم طلقته ثم طلقتهن منه قبل أن تنسون فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعون وسرحون سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك بما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي آجرنا معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحا خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله وفورا رحيما ترجع من تشاء منهن وتؤمن إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزنت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدن بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعيتم فانتشروا ولا مستألسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نساءهم ولا ما ملكت أيمانهم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شديدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعلموا الله في الدنيا والآخرة وأعدنهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنيل عليهم من جلابهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله فورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا منعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعنى الكافرين وأعدنهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ونيا ولا نصيرا يوم تقلب وجه في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتيت ضعفين من العذاب ولعنهم نعما كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملنا الإنسان إنه كان ظلوما جهونا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر